حلقة جديدة من برنامج مع الحكيم نتابع في هذه الحلقة الدراسات الطبية الحديثة ونرصد آخر نتائج الدراسة تجريها واحدة من قبريات المستشفيات الأمريكية على استخدام مميعات الدم علاجا لمرضى كوفيد-19 وذلك في لقاء خاص مع البروفيسير الأمريكي جون بوسكاس رئيس قسم جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى ماونت سيناي بنيورك وخبير عمليات الشريان التاجي الحديثة وعضو مؤسس ورئيس سابق للجمعية الدولية لجراحة القلب ولكن قبل ذلك نبدأ ببعض الدراسات والأخبار فئة من الرجال أكثر تضررا من كورونا من هم؟ توصل بحث حديث أن رجال الصلع هم الفئة الأكثر عرضة للمعاناة من أعراض كوفيد-19 الشديدة بحسب ما أوردت صحيفة التليغراف البريطانية ويعتقد الباحثون أن الصلع يمكن أن يكون عامل خطر وقد أطلقوا على هذا الاعتقاد اسم علامة جابرين وذلك بعد وفاة أول طبيب أمريكي عانى من كوفيد-19 في الولايات المتحدة وكان أصلعا ويضع الدكتور فرانك جابرين وبحسب مؤلف الدراسة الرئيسي البروفيسير كارلوس وانبي من جماعة براون فإن الصلع قد يكون مؤشر جيد على شدة المرض وزيادة تأثيره بحسب ما أوردت التليغراف وخلص الباحثون بعد تحليل بيانات مرضى في إسبانيا إلى أن عددا كبيرا من الرجال الذين يعانون من الصلع تم نقلهم إلى المستشفيات وتأكدت إصابتهم بكوفيد-19 ويرجح الخبراء أن يكون سبب ذلك الأندروجينات وهرمونات الذكورة مثل التستوستيرون التي تلعب دورا في تساقط الشعر وربما في تعزيز قدرة كوفيد-19 على مهاجمة الخلايا وفق الصحيفة دراسة تقول للأطفال مستقبلات أقل للفيروس في الأنف قال باحثون أن الأطفال لا يصبون بأعراض حادة من فيروس كورونا المستجد مرجعين ذلك إلى أنهم يحملون مستقبلات أقل للفيروس على الأغشية المخطية الأنفية وفق تقديرهم ورجحت الدراسة الفرنسية أن يلعب سيلان الأنف لدى الأطفال دورا في ذلك مشيرة إلى أن ذلك لم يمنع أن يكون للأطفال دور نسبي في سلاسل العدوى وفق ما أوردت وسائل إعلام فرنسية وبحسب الدراسة التي أجريت على أكثر من 600 طفل بإيل دي فرانس فإن الأطفال يستقبلون العدوى من دون التضرر منها وأن تسعة من كل عشر حالات مصابة من البالغين ينقلون العدوى للأطفال بحسب ما أوردت وسائل الإعلام التي اهتمت بهذا الخبر ويشارع إلى أن 1.8% من الأطفال كانت نتائج فحصهم إيجابية في فترة الحجر وأن 16% فقط كانوا معدين بحسب ما جاء في متن الدراسة دراسة أخرى تحذر خطر مضاعف لمرضى ضغط الدم الذين توقفوا عن تناول أدويتهم رجح بحث نشرته المجلة الطبية الأوروبية أن مرضى ضغط الدم الذين توقفوا عن تناول أدويتهم يواجهون خطرا مضاعفا في حال الإصابة بكورونا على خلاف غيرهم وعرضت الورقة البحثية المضاعفات التي يحدثها كورونا المستجد على هذه الفئة مشيرة إلى أنها تواجه خطر الموت مرتين أكثر مقارنة ببقية الأشخاص الذين يتعرضون للفيروس ويستمرون في تناول أدويتهم وذلك بحسب ما أوردت صحيفة الإصوار الفرنسية واثبتت الدراسة المذكورة على مراجعة بيانات المرضى الذين تم قبلهم بين الخامس من فبراير والخامس عشر من مارس في مستشفى هيوشنشان في ووهان مونت سيناي يستأنف عمليات القلب بعد تعطلها بسبب كورونا استأنف فريق جراحة القلب بمستشفى مونت سيناي الأمريكي عمليات القلب الجراحية وأجريت أول عملية لقلب مريض يعاني من انسداد الشرايين بعد أسابيع من التعطل جراء وباء كورونا وأجرى العملية الفريق الذي يقوده رئيس قسم جراحة القلب الدكتور جون بوسكاس قبل نحو إسبوعين وكانت الجراحة الأولى للقلب منذ أزمة كورونا على أحد المرضى وهو ما خفف الضغط على الشرايين الضعيفة للمريض وعلى عقله المضطرب وعانى المريض الذي يدعى مارشال والبالغ من العمر خمسة وستين عاما من أوجاع في الصدر والذراع إضافة إلى صعوبة في التنفس وكانت شرايينه المزدودة تبطئ حركته إلا أنه لم يكن يرغب في المخطرة والتنقل للمستشفى جراء كورونا بحسب ما نقلت صحيفة ديالي نيوز واعتبر الطبيب المشرف على العملية الدكتور جون بوسكاس العملية الجراحية التي استغرقت أربع ساعات إن الأمر صار بشكل جيد وهو ما أنقذ المريض من ألم الذبحة الصدرية وأعاده للحياة الطبيعية خارج أجهزة التنفس الاصطناعية دراسة تقول مميعات الدم تحسن مرضى كوفيد 19 أظهرت دراسة أجريت على عدد من مرضى كوفيد 19 بمستشفى ماونت سيناي بنيويورك أن علاجات تخطر الدم تحسن فرص البقاء على قيد الحياة وقالت الدراسة التي نشرت في مجلة الجمعية الأمريكية لأمراض القلب أن هذه النتائج تقدم مسارا جديدا حول كيفية علاج وإدارة مرضى كوفيد 19 بمجرد دخولهم إلى المستشفى ووجدت الدراسة أن المصابين بالمستشفى الذين عولجوا بمضادات التخثر أظهروا نتائج جيدة سواء داخل أو خارج العناية المركزة وبحسب مؤلف الدراسة فإن مضادات التخثر التي يتم تناولها عن طريق الفم أو تحت الجلد أو عن طريق الوريد قد تلعب دورا رئيسيا في رعاية مرضى كوفيد 19 وقد تمنع المسببات القاتلة المحتملة المرتبطة به بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية والانسداد الرئوي وفق تقديره وأشرت الدراسة إلى ضرورة مراعاة الأطباء استخدام مضادات التخثر وتقييم كل حالة على أساس فردي لمراعاة مخاطر النزيف المحتملة التي قد تزيد من فرص وقوعها في الأدوية وهذه الدراسة فتحت الباب أمام دراسة أكثر شمولا على خمسة ألاف مريض إيجابي لكوفيد 19 بهدف تقييم فعالية ثلاثة أنواع من العلاج المضاد للخثرات مضادات التخثر الفموية والهبارين تحت الجلد والهبارين الوريدي فإلى ماذا وصلت هذه الدراسة وللحديث أكثر حول جدوى مضادات التخثر في التقليل من مخاطر كورونا وكعلاج لكوفيد 19 إضافة لآخر الدراسات التي يجريها مركز ماونت سيناي الطبي في نيويورك ينضم إلينا عبر سكايب البروفيسور جون بوسكاس رئيس قسم الجراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى ماونت سيناي وعضو مؤسس ورئيس سابق للجمعية الدولية لجراحة القلب وعضو الجمعية الأمريكية لجراحة الصدر وعضو لجنة التحقيق في أربع تجارب دولية في إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ورائد في دراسة فوائد جراحة القلب خارج المضخة أهلا وسهلا دكتور جون شكرا جزيلا لكم دكتور في البداية مستشفى ماونت سيناي من أوائل المستشفيات التي اهتمت باستخدام مميعات الدم كعلاج لمرضى كوفيد 19 وتجري دراسات موسعة في هذا الأمر فإلى ماذا وصلت نتائج هذه الدراسات حتى الآن إن منظومة الرعاة الصحية في ماونت سيناي هنا تحتوي على ثماني مستشفيات ومنذ الرابع عشر من مارس ووصولا إلى 11 من أبريل 2800 مريض بالكوفيد 19 أدخلوا إلى المستشفى وهؤلاء المرضى تم دراسة حالاتهم لأن نظهر في كيفية علاجهم والاستجابة لها هناك طبعا المميعات 28% من المرضى حصلوا على شكل من أشكال المميعات ومضادات التخثر من خلال حبوب أو حقا بدرجات متفاوتة وفي صفوف أولئك الذين حصلوا على هذه المميعات وعلى نحو تحليلي بدأ أن هناك اختلاف بين هذه المجموعة والمجموعة التي لم تحصل على مضادات التخثر لا سيما أولئك الذين حصلوا على أجهزة الترفوس الإصطناعي يبدو وكأن حصيلة الوفيات كانت مختلفة بين المجموعتين نعم هل الآن نستطيع القول أن لأننا نتابع معكم مع مستشفى مونت سيناين من البداية هذه التجارب باستخدام مميعات الدم فبعد مرور هذا الوقت واكتشاف الكثير عن المرضى والحالات هل يمكن اعتبار أن مميعات الدم هي العلاج الأفضل أو يمكن اعتماد مميعات الدم هي أفضل علاج لمرضى كوفيد-19 فمت فرضية بيولوجية تدعم استخدام هذه الأدوية لمرضى الكوفيد-19 ولكن لم نجري طبعا تجارب سريرية مضبوطة بشواهد بعد نحن نستخدم هذه التجارب كإرشادات التي تساعدنا لتحسين جودة الرعاية الرعاية التي توفر لمرضى الكوفيد-19 ولكن لا يمكننا أن نقول على نحو حاسم أن هناك دليل قاطع علمي أن هذه المضادات للتخثر تخفض من حصيلة الوفيات يبدو الأمر كذلك هناك كثير من المراكز تستخدم هذه المميعات على نحو الروتيني ولكن لم نجري ما يسمى بالتجارب السريرية المضبوطة بشواهد بعد طيب دكتور ما الذي تفعله هذه المميعات لمريض الكوفيد والحالات التي تستخدم فيها إن مضادات التخثر طبعا تمنع التخثر وبالتالي لاحظنا منذ بداية جائحة الكوفيد-19 الكثير من المرضى الذين توفوا وأجريت حملية تشريح لجوثاتهم وجدنا تخثرات في أوردتهم وهذه التجلطات أو الجلطات أفضت إلى نوبة قلبية أحيانا إلى مشاكل في الرئة إنسداد رئوي وأحيانا أيضا جلطة في الدماغ وبالتالي علمنا من خلال تشريح الجثث في آسيا وأوروبا أن التخثر كان جزءا لا يتجزأ من أسباب الوفيات في صفوف الكثيرين من المرضى وبالتالي اعتقدنا أنه ربما المميعات سوف تشكل عاملا مساعدا وطبعا كما تعرفون المميعات يمكن أن تفضي إلى النزيف وهذا هو الجانب المضاعف إذا ما صح التعبير يبدو وكأن هناك مصلحة يمكن استقاؤها من استخدام المميعات ولم يبدو أنها أيضا ألحقت الضرر وأفضت إلى النزيف لم يكن هناك زيادة في النزف في أولئك المرضى وهذا عامل مهم لنضرب توازنا بين توفير هذه المميعات لأن المميعات طبعا تمنع تخثر الدم ولكن لا نريد لهذه المميعات أن تفضي إلى النزيف أيضا نعم ولكن دكتور من الذي تقررون أن تستخدموا معه هذا النوع من العلاج واستخدام المميعات تحديدا في الوقت الراهن الأمر مرتبط بالبداها هذا هو العلاج الطبيعي لكل المرضى إلا إذا ما كان هناك مخاطر مرتبطة بالنزيف إذا ما عانى المريض من النزيف في الأمعاء أو النزيف في الدماغ سابقا أو في أجزاء أخرى من الجسم فعندها نتوقف عن توفير هذه المميعات وإلا فإن نوفر المميعات درجة معينة من مضادة التخثر إذا ما وصلوا إلى المستشفى وكانوا يعانون من الكوفيد-19 نعم طيب دكتور نحاول طبعا الاستفادة من التجارب التي تجروها في مونت سيناي وفي المستشفيات الأمريكية يعني ربما يستفاد بها في مستشفيات منطقاتنا في الشرق الأوسط وحتى في بلاد العالم من هذه التجارب ونريد أن نحاول أن نصل إلى نتيجة إلى أي مدى تعد مميعات الدم بالفعل دواء أو علاج واعد لكوفيد-19 ومتى يمكن تعميم ذلك وتأكيد ذلك بالفعل أعتقد أن المراكز الطبية في العالم يستخدمون شكلا من أشكال المميعات ومضادات التخثر نحن لم نجري دراسات متعددة لكي ننظر في الاستفادة النسبية الخاصة بالتفريق بين الحبوب والحقن لهذا الدواء ونحن كأطباء نحن نعلم أن هناك مزايا في هذا العلاج وذاك ونحاول أن نخصص العلاج وفقا للمريض عينه وأعتقد عالميا أن مجموعة الطباء قد تبادلوا المعلومات بطريقة حرة وبطريقة متكررة بحسب فهمي وأنا طبعا تواصلت مع زملائي في آسيا وفي الشرق الأوسط وفي أوروبا وأعلم أن جل المراكز تستخدم المميعات ومضادات التخثر بشكل من الأشكال لعلاج مرضى الكوفيد-19 نعم هل يمكن استخدام المميعات كوقاية من الكوفيد؟ ليس ثمة دراسات تقترح بأن هناك مساحة يمكن الاعتماد على هذه الأدوية من خلالها كوقاية ليس هناك بيانات تدعم فكرة توفير مضادات التخثر لمجموعة من الناس كوقاية من الكوفيد-19 أعتقد أنه إذا ما قمنا بذلك فإن المخاطر سوف تفوق المزايا أو المثالب سوف تفوق المزايا ونحن لا نوصي بذلك البعض يعتقد أن الأسبرين من مساببات سيولة الدم أو مميع من مميعات الدم ويتناول الأسبرين في إطار الوقاية من كوفيد-19 فهل يمكن ذلك دكتور؟ الأسبرين طبعا أوصي به كوقاية للمرضى الذين يمكن أن تحق بهم المخاطر الخاصة بأمراض الأوعية والقلب وهذه طبعا إرشادات تعود إلى عقود من الزمن ومن الصحيح أن المرضى القابلية لتأثر أكثر من غيرهم للاسيما الذين يعانون من أمراض الأوعية والقلب يبدو من المنطقي لأولئك أن يأخذوا بعض الأسبرين كما هو موصى به وفقا للإرشادات الحالية نعم طيب دكتور ما هي المخاطر من استخدام مميعات الدم خاصة لمن لديهم بالفعل سيولة في الدم مضادات التخثر لديها مضاعفات جانبية مرتبطة بمخاطر النزف ولكن الذين يعانون من قرحة في المعدة أو في الأمعاء أو ربما لديهم أو عانوا من جلطة دماغية أو بشكلة مرتبطة بالنزيف فإن هؤلاء الأشخاص سوف يزيدوا هذا الدواء الطينة بالله ولذلك يجب علينا أن نضرب توازنان بين المخاطر والاستفادة قبل أن نصف هذه الأدوية المميعة نعم طيب دكتور نعلم أن المستشفى مونت سناي من المستشفىات التي تستقبل الكثير من حالات كورونا وطلعتم بالتأكيد على كثير من الحالات بعد كل هذه الأشهر ما الانطباع وما المعلومات الجديدة التي اتسبتها عن كورونا عن فيروس كورونا ثم تغيرات مرتبطة بممارساتنا والممارسات الوطنية هنا فيما يخص التصدي للكوفيد 19 طبعا الهيدروكسي كلوروكوين واريثرومايسين وازيثرومايسين تم دعمهما في البداية ولكن انقطع ذلك الدعم أمرم ديسافير وقيمته يبدو وكأن القيمة أعلى من قيمة الهيدروكسي كلوروكوين طبعا مضادات التخثر أصبحت روتينا وأيضا ما يسمى بتوفير المصل النقاها قد عزز أيضا من خلال توفير العلاج ولكن هذه العلاجات جميعها ليست علاجات تامة ومثالية ولا تضمن العلاج التام والكامل لأن هذه الأدوية لديها ما لديها وعليها ما عليها وطبعا الكوفيد 19 شكل تحديا لنا جميعا كمرض طيب على كل حال الهيدروكسي كلوروكوين وما أثير عنه تراجعت عنه منظمة الصحة وتراجعت عنه الدراسة التي أجريت بشكل موسع من قبل مجلة اللانسيت ولكن السؤال هنا دكتور هل ثابت أن هناك طريقة هي الأنجع والأفضل والأعم عن طريقة أخرى في علاج مرض الكوفيد أعتقد أن التجارب السرية الخاصة بالرمدسيفير أظهرت طبعا إفادة مميزة وهذا طبعا عقار مضاد للفيروسات يمكن أن يكون مفيدا الهيدروكسي كلوروكوين والمسلسل المرتبط بذلك العقار لم يستمر كانت هناك الشكوك تحوم حول البيانات وتحليلاتها نحن طبعا نعاني جميعا كمزودي للرعاية للوصول إلى علاج أو ترياق للكوفيد تسعة عشر نحن حاولنا طبعا القثير من العلاجات على نحو المتزامن وحاولنا أن طبعا نقدم العلاج لأعداد كبيرة من المرضى أما الآن فنحن نحلل وبعمق ما جرى ونحلل هذه الأدوية لكي نضع إصباعنا على ذلك الدواء الذي يمكن أن يشكل إفادة نعم طيب دكتور أنت شاركت في لجنة تحقيق تتعلق ببعض الأدوية أو العقارات تبع منظمة الـ FDA أو وكالة الأغذية والدواء الأمريكية لاعتماد أدوية معينة من خلال عملك في هذا الأمر ما هي الضوابط التي من خلالها يتم اعتماد دواء معين أن هذا يصلح لعلاج مرض معين خاصة أن الـ FDA دعمت بشكل أو بآخر هذه الأدوية التي تحدثت أنت بنفسك عنها وثابت أن هناك شك في جدوها طبعا مزودوا الرعاية الصحية حاولوا أن يلتزموا بالإرشادات والإرشادات حاولت أن تتساوق مع المعلومات الكلينيكية السريرية ونتائج المتمخضة عن البحوث وطبعا هذا حصل بسرعة كاستجابة للبيانات الجديدة والمعلومات الجديدة في مضماتنا الصحية في مونت سايني نحن طبعا نلتزم بتوصيات بركز مكافحة الأمراض والوقاية منها طبعا في بعض الأحيان تم التلك وأعتقد أن هناك تلك عالمي الجميع يحاولوا أن يضرب توازنا ويصل إلى المزيج الصحيح للوصول إلى الدواء والترياق مزودوا الرعاية الصحية يحاولون أن يغربلوا البيانات والمعلومات لكي يصلوا إلى توصيات منسجمة طبعا نحن نعاني كأطباء نحن نحاول أن نبيئ ونطوع أنفسنا مع هذه الجائحة السريعة وليس لدينا وقت للقيام بتجارب سريرية بحثية توفر لنا معلومات أساسية يمكن أن نعتمد عليها كأساس للوصول إلى مبتغانا طيب دكتور ننتقل للحديث عن مرض القلب تحديدا ونريد أن نعرف ما هي خطورة الإصابة بفيروس كورونا على مريض القلب طبعا منذ أهد سابق البريض الذي من المرجح يتوفى بعد أن يصاب بالكوفيد 19 أولئك الذين لديهم أمراض في الأوعية والقلب أمراض أساسية لسيما أمراض القلب وأيضا أولئك الذين عانوا من جلطة دماغية في السابق وطبعا هذا الفيروس يسبب التخثر ويلحق الضرر بألعوية الدموية أكثر من غيره وهذا ما جعل مرضى القلب والأوعية الدموية حالتهم أصعب وبالتالي هؤلاء المرضى تصبح حالتهم أصعب لأن كما ذكرنا الفيروس يستهدف الأوعية الدموية لقد رأينا ذلك هنا في شهدنا ذلك هنا في نيويورك وفي ولاية نيويورك أكثر من 30 ألف حالة وفاة والكثير من من توفوا أشخاص عانوا من أمراض القلب والأوعية الدموية وأشخاص أيضا مسنون كانت لديهم طبعا أمراض مستفحلة فيما يخص الأوعية الدموية والقلب ورأينا أيضا أشخاص الشباب يعانون من مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وهلاء أيضا قابلون للتأثر بهذا الفيروس أكثر من غيرهم يمكن أن نفضي ذلك للتخثر إلى نوبات قلبية إلى جلطات الدماغية وإلى ذبحات صدرية نعم دكتور لو توضح لنا بشكل مبسط كيف يسبب الفيروس تخثر الدم وكيف يهاجم الأوعية الدموية ويؤثر على القلب الفيروس يبدو وكأنه يسبب التهابا لبطانة الأوعية الاندوثيليوم وهي بطانة الأوعية واندوثيليايتس هي التهاب بطانة الأوعية وهذا الالتهاب يبدو كأنه يفضي إلى تجلط أو جلطات داخل الأوعية الدموية من الجديري بالذكر أن التهاب الأوعية الدموية مع مرور الوقت يكون بطيئاً وهو طبعاً يفضي إلى انسداد الأوعية يفضي إلى جلطة دماغية يفضي إلى نوبة قلبية قبل طبعاً الكوفيد-19 ويفضي إلى ما يسمى بتصلب الشرايين والتهاب الأوعية الدموية يصبح عاملاً أساسياً مرتبطاً بالأمراض الأساسية الخاصة بالأوعية الدموية وعلاقة ذلك بالكوفيد-19 إذن عندما يأتي الفيروس ويزيد هذا الالتهاب بسبب ارتفاع ضغط الدم الأصلي وبسبب تصلب الشرايين فإن التصلب يصبح أكثر صلابة والمخرجات تصبح ضعيفة جداً ويمكن أن يتوفى المريض طبعاً هنا في هذه الحالة مضادات التخثر تلعب دوراً أساسياً نعم هل هناك نسب أو بيانات تحدد معدل شفاء مرض القلب من فيروس كورونا أو معدل الإصابات الحادة أو الوفيات نعم البيانات طبعاً غير متجانسة من الصعوبة بما كان أن نقارن التفاح بالتفاح يبدو وكأن 80% على الأقل من ألك الذين توفوا لديهم مشاكل أساسية أمراض أساسية كالسكر وارتفاع ضغط الدم وأمراض الأوعية الدممية والثمنة الأصحاء طبعاً حصيرة روفياتي في صفوفهم قليلة جداً وكما تعرفون الكثير من الأصحاء يمكنهم أن يصابوا من دون أن تبدو عليهم الأعراض وهم ليسوا على دراية بوجود الفيروس في أجسادهم أصلاً ويبدو أيضاً وكأن بعض الأشخاص يعانون من نزلة برد خفيفة تكون مرتبطة بالكوفيد-19 هناك أمراض هناك مرضى آخرين ينتهي بهم المطاف إلى مشاكل في الرئتين وأيضاً أعضاء أخرى طبعاً الفيروس فتاك وهو طبعاً يؤثر على مرضى دون آخرين بدرجات متفاوتة نعم وهذا يعود بنا إلى مميعات الدم دكتور إلى أي مدى تساهم في تحسين الحالات الحرجة خاصة لأصحاب الأمراض المزمنة وخاصة أمراض القلب هل في نسبة معينة؟ المرضى الذين أدرجوا في هذه الدراسة في الماونت سايناي أولئك الذين حصلوا على أجهزة تنفس الاصطناعية وهم بواقع أربعمائة مريض تقريباً أولئك الذين حصلوا على المميعات حصلة الوفيات في صفوفهم وصلت إلى نصف النصف مقارنة مع أولئك الذين لم يحصلوا على المميعات ومرة أخرى هذه ليست دراسة مضبوطة بشواهد وطبعاً نحتاج إلى دراسة من هذا القبيل ولكن يبدو وكأن المرضى الذين عانوا من أمراض القلب استفادوا بالفعل من المميعات لسيب أولئك الذين أيضاً عانوا من مرض الكوفيد-19 دكتور هناك دراسة أذعناها في بداية هذه الحلقة تتحدث عن خطر مضاعف لمن يتوقفون عن تناول أدوية ضغط الدم في حال الإصابة بكوفيد-19 إلى أي مدى تؤيد هذه الدراسة دكتور؟ نعم نحن لا نوصي إيقاف الأدوية التي أخذها المرأة إذا ما أصيب بالكوفيد-19 لأن من يعاني من أمراض القلب والأوعية إذا ما توقف عن أخذ الدواء فإنه يمكن أن ينتهي به المطاف إلى الوفاة إذا ما أصيب بالكوفيد-19 طبعاً تناول الأدوية أمر مهم وكان مهماً بطبيعة الحال قبل هذه الجائحة أما الآن وفي ظل الجائحة فيصبح أكثر إلحاحاً وأكثر أهمياً نعم طيب نتحدث عن عمليات القلب وخاصة عمليات القلب المفتوح وعمليات القلب الصعبة كان هناك تأجيل لملايين العمليات الجراحية بسبب كورونا على مدار الأشهر الماضية عندكم استأنفتم العمليات وبالفعل قمتم بإجراء عمليات قلب مؤخراً فما الذي تغير ودفعكم أو جراءكم على ذلك طبعاً أنا أدير قسم الأوعي الدموية وأمراض القلب هنا في مونت سايناي في هذه المستشفى ونحن نوفر خدمات ذات طراز عالمي لا سيمة في جراحة القلب وجراحة الأوعي الدموية وقد توقفنا بعض الشيء وأوقفنا الجراحات لتسعة أسابيع وركزنا بطبيعة الحال على مرضى الكوفيد-19 لأن المستشفى كانت ملأة بهؤلاء أما الآن فالوضع تغير هناك بعض المرضى وإصاباته الكوفيد-19 منخفضة وبالتالي أمراض الأوعي الدموية والقلب لم تتوقف خلال الجائحة وكان لدينا تراكم للعملات الجراحية بسبب توقفنا لمدة تسعة أسابيع وبالتالي فإننا الآن استأنفنا العمل وطبعا نعرض الخدمة التي كنا وما زلنا نوفرها وكما قلت نعم نحن استأنفنا بالفعل توفير هذه العملة الجراحية للمرضى في واقعنا الجديد في حقبة ما بعد الكوفيد-19 لدينا بروتوكولات ولدينا ممارسات وتوصيات تعزز من سلامة عملياتنا في غرف الرعاية الصحية وفي غيرها طبعا قرف السعية الصحية معقمة مستشفىنا معقم ولدينا أيضا مرضى معزولون تماما عن المرضى الآخرين مرضى القلب والأوعية الدموية يمكنهم أن يأتوا إلى هنا من دون أن يحتكوا بمرضى الكوفيد-19 أنا أتحدث إليكم من مكتبي ولكن في المستشفى طبعا نحن نرتدي الكمامات الجميعا أنا نزعت الكمامة لأستطيع أن أتحدث إليكم عبر الشاشة ولكن الجميع يرتدي الكمامات لألحلولة دون تعرضها لمشكلة الكوفيد-19 من هو المريض الذي تضطر أن تجري له عملية قلب في الوقت الحالي؟ من ما هو المريضة العليلية التي يمكنك تأثيرها في تدخيلها أوها بين القرية؟ نعم بسسير نحن استأنفنا برنامج الجراحات كما قلت والمرض الأول هو الذي يعاني من أعراض غير مستقرة رجل منذ ثلاث سنوات كان يشارك في الماراثون وكان يشارك فيه مسابقات طويلة وكان يعاني من ذبحة صدرية وهذه الذبحة الصدرية زادت سوءا في ظل الجائحة أيضا لم يستطع أن يأخذ حماما بدون أن يشعر بألم في الصدر وفي الرأس ولذلك وفرنا له الأولوية إذن هؤلاء الذين لديهم أعراض غير مستقرة وفرنا لهم الجراحة أولا هل أجريتم أي جراحات لمرض كورونا سؤال لافت بالفعل نعم منذ ثلاث أسابيع بدأنا باستئناف العملية الجراحية كما قلت وبدأنا بأولئك الذين كانت لديهم أعراض غير مستقرة وأولئك الذين لم يكن لديهم إصابة بالكوفيد 19 ولكن منذ عهد ليس ببعيد أتى مريض وطبعا في مارس خططنا لإجراء عملية جراحية عليه ولكنها أجلت ولكنها أصيب بالكوفيد ووالده أيضا وأسرته ووالده توفي بسبب هذا المرض وهو تعافى هذا الرجل من الكوفيد 19 وفي الأسبوع الماضي أجرينا عليه عملية من خلاله طبعا عملية تحويل مجرى أشرائن التاجي أو عملية تمييل روبوتية وبعد ذلك بطبيعة الحال بشهرين حصل طبعا على المناعة على الأجسام المضادة وأجريت فحص له وكان سلبيا مرتين وبتالي هذا الرجل طبعا لم يكن معديا وتعافى من الكوفيد 19 وثم حصل على عملية التمييل نعم إلى أي مدى هذا خطر يا دكتور إجراء جراحة لمريض كوفيد 19 ذلك الرجل لأنه حصل على المناعة ولم يكن معديا لم يمثل تهديدا لفريقنا الطبي ولكن نحن نعتمد على الوقاية الدولية نستخدم معدات الحباية الشخصية جميعها مع كل مريض نحن نتصدى لكل مريض وكأنه معدن وكأننا نحن أيضا لدينا الفيروس لذلك نتوخى الحذرة بشدة الأسبوع الماضي أجريت في مستشفى حمد هنا في قطر جراحة قلب مفتوح لمريض مصاب بفيروس كورونا ونجحت بالفعل كتقييم علمية دكتور لأي مدى هذا الخبر مهم نعم هذا سؤال لافت ثمت بعض المرضى في كافة أرجاء العالم أجريت لهم عمليات قلب بينما كانوا مصابين بالكوفيد-19 تقنيا المخرجات كانت جيدة ولكن تعافي المرضى يمكن أن يكون أمرا صعبا أو بسبب تأثير الكوفيد-19 على القلب طبعا تعافي أو درجة تعافي أولئك كانت درجة متدنية لذلك نحن نتجنب إجراء عمليات على أولئك الذين يعانون من الكوفيد-19 نحاول أولا أن نساعد المريض على التعافي من الكوفيد-19 وبعد ذلك نجري عملية ربما بعد ستة أسابيع أو ثمانية أسابيع أو إثنى عشر أسبوعا عندما يتعافي تماما من الكوفيد-19 نعم لكل حال ربما هذه الحالة كانت تتطلب العملية العجلة والجيد أنها نجحت والمريض في حال جيد أخيرا دكتور جون الآن وبعد هذه الأشهر على الوباء نتحدث أكثر عن فيروس كورونا وما وصل إليه الفيروس هل تجد الفيروس الآن في مرحلة ضعف أم أنه مازال على نفس شدته وقوته منذ البداية؟ ليس ثمة بيانات واضحة تقول بأن الفيروس وصل إلى طفرة وراثية تفضي إلى أن يصبح فتاكا أكثر منذ قبل من المرجح أن العدوى خفضت وتيرتها والإصابات انخفضت وهذه طبعا رسالة مهمة للعامة وبينما نعود إلى حياتنا الطبيعية ونستأنف أنشطتنا الشخصية والاقتصادية يجب علينا أن نقوم بذلك بينما نبقي على مسافة آمنة مع الآخرين بينما نبقي على آلة تباعد الجسدي ونلبس كمامات لا أعتقد أن الفيروس اختفى أدراج الرياح ولكن يجب علينا أن نكافحه قبل أن نصل إلى مطعوم أو لقاح يوفر لمليارات الأشخاص ولكن مع ذلك سوف يبقى الفيروس معنا أخيرا دكتور ما هي نصيحتك لمرضى القلب في ظل الوباء؟ أعتقد أن نصيحتي لأولاك الذين معلونهم بشكلة في القلب جزئيا هي ذاتها قبل الجائحة تناول العقار وحاول أن تحصل على استشارة طبية دائما مع طبيبك وحاول أن تقر كمريض بالقلب حاول أن تقر بأن قبلتك للتأثر درجتها أعلى من درجة أي شخص آخر لذلك يجب أن تتوخى الحذر يجب أن تبقي مساء على مسافة آمنة مع الآخرين تغسل يديك في العديد من المرات كل يوم ويجب أن ترتدي كمامة هذه طبعا تدابير مهمة ويمكن أن تنقذك من هذا الفيروس أشكرك جزيلا شكر بروفوسير جون بوسكاس رئيس قسم الجراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى مونت سيناي في نيويورك شكرا جزيلا لك وكذلك أشهركم مشاهدين على طيب المتابعة وألقاكم غدا في نفس الموعد بإذن الله دمتم بصحة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة